أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقبر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا أمغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقفط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمال والحب ذو العصب والريحان فبأي علاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صرصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي علاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي علاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤل والمرجان فبأي علاء ربكما تكذبان وله الجوار المشرقين في البحر كالأعلام فبأي علاء ربكما تكذبان كل من عليها فالي ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإقرار فبأي علاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض قل يوم هو في شأن فبأي علاء ربكما تكذبان سنفرخ لكم أيها الثقلان فبأي علاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاس فلا تنقصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يقوفون بينها وبين حبيب عان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان أجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متبكين على فرش بقائن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من خاف مقام ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان أجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي علاء ربكما تكذبان تباوك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله المولان العظيم